بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنائي وبناتي طلبة الصفة الثالثة الصناعي تخصص الحاسبات اهلا وسهلا بكم في مادة برمجيات الحاسب هنكمل ان شاء الله النهاردة اللي خدناها قبل كده في لغة اجابة احنا اخر حاجة خدناها كنا بنتكلم على مين على برنامج على برامج الدوران وخدنا قلنا عندي كم برامج دوران وانا عندي تلاتة خدنا الفور وخدنا دو هويل فاضل مين اه وفاضل الهويل والنهاردة هناخد قاعدة هويل في حلقات الدورانية وهناجع تاني ايه الفرق بقى ما بين فور وما بين هويل وما بين دو هويل عشان نبعارفين الفرق بينهم عشان مجلنا في الامتحان نعرف بان واحدة فيهم نحلي بيها البرنامج ادام ما حددش لو حدد فخلاص الموضوع منتهي فهو بيقول لي اكتب برنامج باستخدام فوق اكتب برنامج باستخدام هويل اكتب برنامج باستخدام دو هويل ما قالش يبقى انا اخد ابسطهم او الاسهل بالنسبة لها فالنهاردة بازن الله هناخد هويل وبعدين نبدأ ناخد مقارنة صغيرة او بين التلاتة عشان نعرف نحلي في الامتحان باني سهلة فيهم لو ما طلبش مني حاجة محددة نبدأ زي ما قلنا كل مرة احنا نبدأ في ايه في الشكل العام لبرنامج الجافة قلنا عشان ما ننسهوش الشكل العام برنامج الجافة يعني اي برنامج جافة ازاي قدر اعمله قلنا بنعمله برنامج ايه ايه ايوا لاما الاكليبس لاما النيتبينز ده برنامج الاكليبس او النيتبينز اي واحد فيهم اتنين هشتعلوا معك في المدرسة طبعا بتاعتك هنبدأ نشتغل الشكل اللي عام للبرنامج اول سطر عندي بيقول لي ايه امبورد جافة اكس ي افق Ellen Hropic G option وقولنا ده مين ايوا ده الفئة او المكتبة الكبيرة بتاعت مين بتاعت برنامج الجافة ازاي منكتوب ع شاشه كده امبورد جافة اكس وده قلنا ده مين ده مكتب جافة جوبشن بين ده مين ايوا ده الكائن عشان عارفين ان الجافة تشتغل بايه؟ تشتغل بكائنات وبتشغل بفيئات اول سطر بتاع الكائن كان اسموي ايهlation بتاع مين? بتاع المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجافة. السطر التاني بابلي كلاس بي 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 قلنا بابلي كلاس الفئة بتاعت مين? بتاعت برنامج الجافة بتكتب بعضها على طول مباشرة اسم البرنامج. سميه زي ما انت عايز تسميه قلنا متفقنا قبل كده انت حر انك تسميه سميه احمد سميه مونة زميه زياد سميه جمال زميه انت حر. لكن انا بأكد وقول تاني يفضل اسميه حروف عشان ما يصادفش ان البرنامج باسمي. بتطلع مشكلة في الامتحان قوللي حاجة? في خلينا نسميه احروف يبقى احسن. فانا بسميه الآن البرنامج ده بي 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 بي. بعد كده سطر قام تلاتة القصة بتاع مين? ايوا? بتاع اسم البرنامج. اربعة? اربعة مين? ايوا. رفعوا عليكم انتبهRE تحفظوا معايا meus اوه. اربعة دلررقصية. ببليك استاتيك فيد مين? استرينج دلل الرئاسية بتاع البرنامج الجافة. بعد كده كوز بتاع مين? ايوة كوز بتاع دلل الرئاسية. انا قلت عنده كوزين دايما دايما في اي برنامج. كوز بتاع اسم البرنامج والكوز بتاع الدلل الرئاسية. رقم ستة ده البرنامج. ياخد منك سطر ياخد منك سطرين ياخد منك عشر سطور. يبقى من اول ستة ده بداي كتابة البرنامج. هنا انا كنت مدي مسال زغير. هو سطر واحد. وقلنا واتفقنا. يبقى بتكلم على مين? ايوة صحة كده. بتكلم على الخرج. لو قلت يبقى بتكلم على مين? ايوة بنتكلم على الداخل. اوضح دي قويس اوي. لازم ما افرق ما بين. الياه الداخل. وشو ماسج ديالوج اللي هي مين? الياه الخرج. شو ماسج ديالوج? جمل الخرج انت عاوز تكتبها ايه? وانك المت نال عشان تحط لي الخرج في مربع منتصف الحواري او صندوق الحواري بتاع الاخراج. هنا كاتب مين? هلو ايجيبت? وش معنى هلو ايجيبت? او تكتب ازاي? او ان بتكتب ما بين علامتين تنصيص. بعدين اعتبر سطور البرنامج خلصت هنقفل القوسين اللي فتحناه. سبعة بنقفل القوس بتاع الردالة الرئاسية اللي قطاع رقم خمسة. تمانية بنقفل القوس بتاع مين? ايه بتاع اسم? البرنامج. ده الشكل العام لاي برنامج جاذب. النهار ده قدنا هنكمل مين? ايه هنكمل جمل الدوران. او اكتب لك او تابع لحلقات التكرارية. انا قلت عندي كم حلقة تكرارية? تلاتة. الفوللوب والويللوب والدوه وايللوب. احنا اخدنا الفور. واخدنا الدوه وايل. النهار ده هناخد مين? ان شاء الله. انا اخد الويللوب. هويللوب بتقول لي ايه? ناخد بالنا بقى الفرق ما بين هويل ودوه وايل والفور. هويل بتقول لي ايه? هويل جنباك سبريشا. بعدين نفتح كوز بتاع هويل ونقفل الكوز بتاع مين بتاع هويل طب هويل دي الحلقة المصار بتاعنا زيفور وزي ده هويل قبل هويل بيتحط البداية بتاعة البرنامج بعد هويل يعني التعبير الشرطي يعني الشرط اللي انت عايز تحطه هنا هتحطه بعد كلمة مين بعد كلمة هويل يبقى هويل قبلها البداية بعد هوال عاطول مين? ايه Labor على طول الشرط اكبر من اصغر من. وبعد كينة مين? الجمل اللي انت عاوز تقررها. اه يبقى تبقى اه جمل يتم تقررها. يبقى قبل هوال بتقول له ايه? قبل هوال البداية. هوال جنبها الشرط. اللي هو اكبر من او اصغر من حسب البرنامج ما يجيله. بعدين نفتح الكوزب بتاع هوال نكتب triggers مين? ايه الجمل اللي عايز تقررها. زي ما يكون عندك بقى اي جمل زي ما انت عايز تكتبه. خلص الجمل بتاعتك بتقفل مين هوير. وتكتب قبل ما تقفل الزيادة او النقصات. لها زائد زائد او ناقص نايس او زائد بيساوي او نايس بيساوي. حسب ما اتفقنا وقلنا وابل كده الكلام ده. ايبقى ديها الشكل العام للمين ايوة لهوير. او للحلقة الدورانية بتاعة هوير. ناخد مثال عليها. التبنين بيقول لي ايه? اكتب برنامج. يقوم بعملية العد. ناخد بنا بيقول لي ايه بقى? اكتب برنامج. يقوم بعملية العد. من صفر لحد عشرة. باستخدام انه بدي حد دهو. باستخدام الحلقة هوير اللوب. هل لي هو? استخدم مين? هوير اللوب. ممكن يجي نفس البرنامج يقول لي باستخدام فور. ممكن يجي نفسه باستخدام دهو هو انه بدي حد دهو. باستخدام الحلقة هوير اللوب. مع ايه? مع طباعة النتائج على الشاشة. يعني هو عاوز برنامج يبدأ يعد من صفر لحد عشرة. باستخدام هويل. هنا اخد بالك هو قال من صفر لعشرة. بالترتيب ما قال ليش. الفرق كام? يبقى طبيعي الفرق كام. مروفوا عليكو كده. ادام احنا ماشيين بالترتيب الطبيعي بتاعنا. يبدأ الفرر بتاعنا ايه واحد. يعني هو عاوز عد صفر. بعدين واحد. بعدين اثنين. وبعدين تلاتة. بعدين اربعة. بعدين خمسة. وبعدين ستة وبعدين سبعة وبعدين تمانية وبعدين تسعة وبعدين عشرة هيعدي حداشرة لا مين يقول لا الشرط اللي احنا نحطه في هوية عشان اخر يبقى عشرة يبقى انا بداية صفر وان نهاية بتاعتي كام عشرة في كل مرة بزود كام اه يو بزود واحد ادم ما قاليش الفرق كام او ما دنيش مثال محدد صفر اتنين اربعة مثلا صفر خمسة عشرة يبقى الفرق كام واحد نبدأ نحل مع بعض البرنامج اتفقنا في اي برنامج جافا لازم احط الخمس سطور بتوع بداية اي برنامج احنا عرفناهم برضو في اول كلام تبقى الخمس سطور دول انا الخمس سطور دول سبتي الخمسة دول واحد امبورت جافا اكس اسوين جيجي اوبشن بين انا دا الكائن بتاع المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجافا اتنين بابل الكلاس الفئة الفئة بيجي بعدها مين ايوة صح كده بيجي بعدها اسم البرنامج هنا بسمي ايه اتفقنا بنحط رموز يفضل حط رموز تلاتة القوس بتاع مين ايوة بتاع اسم البرنامج اربعة طبعا اربعة دلال رأسية اربعة وادم قلت دلال رأسية لازم افتح لها قوس المجموعة سطور رقم خمس يبقى لخمس سطور دول سبتين في اي برنامج جافا حد دلوقتي الخمسة دول تكتبت صراحة تاني واحد السطر بتاع مين بتاع المكتبة الكبير اللي هو بتاع الكائن اتنين بتاع الفئة او بتاع اسم البرنامج اسم البرنامج تلاتة بفتح قوس بتاع اسم البرنامج اربعة الدلال رأسية اللي هي الدلال رأسية خمسة القوس بتاع مين بتاع الدلال رأسية كده اول خمس سطور سبتين من اول ستة بابده اكتب مين ايوة صح برافو عليك يا شباب كده من اول ستة بابده اكتب برنامج ستة بتقول لي ايه انت كيو بتساوي زيرو. انا عرفت متغير اسمه كيو. انه صحيح. عن طريق مين? عن طريق انت وانه صحيح. بيبدأ من كام? بيبدأ من صفر. ايش معنى صفر? لان المثال كان بيقول لي ابدأ عد من صفر العشر. فبدأت من الصفر. يبقى كيو ده المتغير اللي انا عرفته انه انت يعني صحيح. يعني الرقم بتاعه بدون علامة عشرية. واوله كام? اوله صفر. هناخد بدنا نقطعك في القاعدة ايه? قبل هويل البداية. صح? كده. فدي قابل البداية بتاعتنا. البداية بتاعتنا كام? صفر. يبيقى انت كيو بالساوي صفر. سبعةktorقالة تويل بقى بتاعتي. احنا قلناها في قاعدة تويل لويل وجنبها مين? ايوة جنبها التعبير الشرطي. يعني جنبها الشرط. يبقى سبعة هويل. كيو اقل من او بتساوي عشر. اسمعني اقل من عشان انا مشغل تصاعدي. احنا قلنا الكلام ده قبل كده. لو تصاعدي بكتب اقل من. لو تنازولي بكتب اكبر من. فاني انا شغلت صعودي. صفر واحد اين تلاتة. فبقتل شرط اللي هو ايه? اللي هو اقل من. يبقى هويل. اقل من او بتساوي عشرة. طيب واحد يجي يقول لي انا مش عاوز اقل من او يساوي. عاوزك تبقى اقل من. خلال? المشكلة يعني اكتب اقل من. بس هنا اخد بالك. لو كتبت اقل من عشرة يبقى الشرط بتاعك يقف لحد كام? ايه. وهيقف لحد تسعة. اللي انت قلت له اقف لحد اقل من عشرة. طيب انت عايز العشرة? تعمل ايه? عندك حل من اتنين. لما تكتب زي ما نكاتب كده? اقل من او يساوي عشرة. يعني اهو لازم يوصل لحد العشرة. لما تكتب مين? انا سمع ايوة سمع الشباب بيقولوا صحة كده. لما اكتب اقل من حداشر. كلمة اقل من حداشر يعني هو قبل حداشر يقف. طيب قبل حداشر كام? عشرة. صح كده. يبقى انا عندي في الشرط هنا حاجة من اتنين. لما اكتب اقل من او بيساوي عشرة. لما اكتب اقل من حداشر. يبقى هو يقف لحد عشرة ويقف لحد دي. يبقى احنا هنا في السطر بتاعنا رقم سبعة كانت بين ايه? هويل. كي هو اقل من او بتساوي عشرة. احنا قلنا بعد هويل بيجي مين? ايوة. قوس بتاع هويل صح كده. يبقى تمانية القوس المجموعة بتاع هويل. هكتب جوه ايه? بكتب جوه البرنامج. البرنامج هنا حاجة واحد. طباعة الاعداد من صفر لعشر. هو برنامج سطر واحد. طباعة الاعداد من صفر الى عشر. تسعة بتقول لي ايه? جي اوبشن بين. شو? ايوة الاخراج بتاعك ايه? نال جمع الاخراج. هتكتب من سيادتك? هتكتب ايه? كيو. ايه نال كيو. وكيو مين? كيو اللي هي العدد. اللي هو بيبدأ من كام لحد صفر. طيب اول مرة كتب صفر. اه اللي من العشرة. هيعمل ايه بعد كده? اخد بالك? دي مهمة قوية. هيعمل اهو? زائد زائد كيو. يعني هيزود واحد على كيو. اول مرة كتصفر. هيزود واحد تبقى كام? ايوة. يبقى واحد. هيرجع تاني المين? مناقص المجموع عشرة? قفلت لحد التبانية. يعني كل مرة شغل في الجزء ده. انا بشتغل في واي. كل مرة اخد واحد. اقل من عشرة? اه. يرجع يحسب واحد. يطبع كلمة واحد. بقى ان يزود عليها واحد. تبقى اتنين. يرجع تاني للشرط. يزود واحد. تبقى تلاتة. يرجع تاني. يطبع تلاتة. وبقى ان يزود عليها واحد. يبقى اربعة واحد كزا. لحد كام? لحد ما تساوي عشرة. اول ما يوصل ان كيو بتاعته بقت عشرة هيخلص البرنامج ده ويطلع من القصة عشرة ويبقى كده طبع من صفر الى عشرة. طب القصة عشرة ده انا بقفل تمانية. بقى في الهوية. طب من حداشر واثناشر? ايوة صحة كده. حداشر بقفل الكوز بتاع الدلة الرأسية بتاع رقم خمسة. واثناشر بقفل الكوز بتاع مين? بتاع رقم تلاتة. اللي هو مين? اللي هو اسم البرنامج. يبقى نقوله الجزلة تاني كده. انت كيو بتساوي زيرو. البداية بتاعتي انا اللي هي بصفر. وانا قلتها انها بتساوي كيو متغير كيو. وعرفته انه رقم صحيح. بالايه? ايوة بالتعريف انت. انت كيو بتساوي زيرو. سبعة هويل. هويل بيجي بعدها الشرطة مباشرة. هويل كيو اقل من او بتساوي عشرة واسمان عشرة. البرنامج كان بيقول كده اكتب الارقام من صفر الى عشرة. تمانية بفتح قص بتاع مين? ايو 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 بتاع هويل. بعدين هكتب ايه في القص ده? وتكتب جمل. الجمل بتاعتي كلها بتاع التكرار. هنا انا معديش جمل تكرار. هي جملة واحدة. لما اخرج الارقام من صفر الى عشرة. يبقى جيه اوبشن بين شو ميسيج ديالوج. جمة الاخراج بتاعتك انت. نال حطها في مربع الحواري. لكيو. كيو اول مرة بكام? بصفر. هتوقف لام شاقف. مين قال لي مش اقف? الشرط. الزيادة. ليه مين? ليه زائد زائد كيو. ايو واضحة وخالص وصريحة ايه. انا خط صفر ازود واحد. هتبقى واحد ارجع تاني للشرط. واحد اقل من عشرة اقل من عشرة. ارجع تاني لحد هنا. هطبع واحد وازود عليها واحد تبقتني اقل من عشرة اقل من عشرة. ازود واحد وهكذا. حد ما وصل لحد كام لحد عشرة. اول ما الشرط يتحقق جملة ويل تقف. يعني القص بتاع هويل هيقفل بقى خلاص. افل ليه? ليه خرقت من هويل. لانا وصلت للحيء الشرط. اللي هو كيو بقت تساوي عشرة. بعدين اقفل القص بتاع 11. اللي هو بتاع رقم خمسة اللي هو بتاع الدلال الرئيسية. وقفل قصة 12 اللي هو بتاع مين? ايوة. بتاع اسم البرنامج جينا كنتمسميه ام ام ام. يبقى انا كده خدت قاعدة مين? قاعدة هويل. هويل قالت ليه? البرنامج كان طالب ان انا اطبع الاعداد من صفر الى حد عشرة. الفرق من كل واحد واحد واحد. هو ما بيقولش. لما قالش يبقى الفرق تكراري ثابت. صفر واحد اين ثلاثة الحد عشرة. فاحنا متفقين ان هويل بكتب قبلها ايوة مكتب قبلها البداية. عشان كده فالبرنامج كنت كاتب ان كيو بتساوي صف البداية بتاعتنا. طيب بعد كده بكتب هويل. بكتب بعد هويل مين? الشرط. الشرط هنا ايه? انا بطلع تصاودي يبقى كيو اقل من. طيب انا اوصل اللي كام للعشرة يبقى كيو قال لي من او بتساوي عشرة او قلنا كيو قال لي من حد عشر. بعد كده انا هطبع. بمي ان انا هطبع فبكتب بيجي اوبشن بين. شو ما ستجاله بالخارج بتاعي انا اللي هو مين? اللي هو كيو. طبع زيرو. طب انا عاوز يزود. فبكتب بعدها كده ايه? ايه بكتب بعدها. كده اعطولي الزيادة. لي زائد زائد كيو. يعني ما اصلي مين? العشرة. دي هويل. التنمية التانية بيقول لي بقى. ركز في التنمية ده عشان ده الفرق ما بين فور ما بين هويل وما بين دو هويل. التنمية بيقول لي ايه? اكتب برنامج يقوم بعملية العد التالية. خد بالك بقى من البرنامج بيقول ايه? اكتب برنامج يقوم بعملية العد التالية. صفر بعدها تلاتة بعدها ستة بعدها تسعة. الارقام تاني صفر بعدين تلاتة بعدين ستة بعدين تسعة قبل ما كمل هو الفرق بينهم واحد ولا فرق بينهم اتنين ولا فرق بينهم كام ايه واتفقنا عليه اطرح بين الرقم اللي قبله تلاتة نقص صف تلاتة ستة نقص تلاتة تلاتة تسعة نقص ستة تلاتة ياباني كل مرة بزود كام ايه بزود تلاتة خد بالك من دي مهمة قوي عشان منيجي نعمل البرنامج اخد بالان هنا بزود تلاتة مش بزود واحد الفرق اما كن بزود واحد بكتب زائد زائد. اما كون بناقص واحد بكتب ناقص ناقص. لكن اما كون بزود بفرق بكتب كده. بكتب كيو مسلا زائد بتسوي ثلاثة. او كيو زائد بتسوي خمسة. او كيو زائد بتسوي اربعة حسب الفرق كان. لما بطرح يعني بناقص كيو ناقص بتسوي ثلاثة. كيو ناقص بتسوي خمسة واكذا. يبقى افرق كويس او ما بين الزيادة واحد وما بين الزيادة أي حاجة تاني غير واحد فهنا في البرنامج طالب برنامج بيبدأ يعد يعد صفر وبينيعد ثلاثة وبينيعد ستة وبينيعد تسعة هنالفرق هنا كام ثلاثة نكمل بقى إيه البقى إيه المطلوب في التمرين بقى هنا بيقول لي في التمرين بعد ما كتب برنامج يقوم بعمل عدة التالية صفة ثلاثة ستة تسعة باستخدام أيوة السلاس حلقات التكرارية اللي هم مين اللي هم فور وبعدين دو هويل وبعدين هويل مع الباعد النتائج على الشاشة يعني البرنامج ده هيتعامل المرة بفور وهيتعامل المرة بدو هويل وهيتعامل المرة بهويل وفي نهايته بقى هتديكم ملخص بسيط الفرق وبين فور وبين هويل وبين دو هويل عشان ما نيجي في الانتحان ليه خذ مخص زيبه في دماغنا ابدأ يحل سهل جدا أي برنامج يجيلي سواء بفور بقى أو بهويل أو بدو هويل نبدأ البرنامج واحدة واحدة طبعا ده انا مش قرر بقى افتيات برامج في البرنامج اللي هنقولهم عشان قلنا ده الخمس سطور السابتين بتاع برنامج الجافة ايه ده خمسة السابتين واحد امبورت جافا اكس اسوين جي جي اوبشن بين وده قلنا مين ده الكائن بتاع المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجافة اتنين بي 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 وده الفئة وبساموا بعدها اسم البرنامج وانا سميت البرنامج هنا خمسة بي واربع بي 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 انت حر سميه زي ما انت عايزة تلاتة بفتح القوس بتاع مين ايه بتاع اسم البرنامج اربعة دلل رأسية اليد دلل الرأسية بتاعت برنامج الجافة خمسة القوس بتاع مين بتاع الدلل رأسية دول اول خمس سطور سابتين في اي برنامج جافة انا بعد كده هعمل البرنامج بتاع الفور واعمله واملو بضو ويل من غير مكتب خمسة بقى دول ما خالص ان كتبتهم مش هكتبهم في كل برنامج انا بس اعاوز اعمل البرنامج ده عشان ابدأ افرق ازاي اعمل البرنامج ده فور خد مني برنامج كم سطر مسلا اعمل البرنامج بدوه هويل وخد مني كم سطر اعمل البرنامج بهويل وخد مني كم سطر بعيني فرق بني نبدأ نعمل البرنامج باستخدام مين باستخدام فور نبص كده بقى ستة دي بدايات في البرنامج بقى ستة فور انت ايه بتسوي كام تسعة شمعه تسعة عشان البرنامج كان بيقول لي معلش البرنامج العدل تنازولي تسعة ستة تلاتة زيرو يعني كل مرة هتبدأ انت بكزا يعني كل مرة هتنقص ثلاثة تسعة هتنقص ثلاثة تبقى كام ستة هتنقص ثلاثة تبقى كام تلاتة هتنقص ثلاثة تبقى كام تبقى زيرو بنابدأت العدل هنا كام تسعة يبقى فور انت ايه المتغير بتاعك اسمه ايه انت حر في المتغير سمي ايه سمي بي سمي زي سمي كيونت حر المتغير اسمه ايه وعرفته انه انت يعني انه صحيح يعني رقم بدون علامة عشرية اوله كام اي واوله تسعة بدايتك تسعة هنا احنا هنعد تنزلي الشرط بتاعي اكبر من ولا اصغل من مت فقية لو بعد تصادي الشرط بتاعي قال لمن لو تنزلي اكبر من ايه اكبر من صح كده عشان انا هنزل تنزلي ايه اكبر من انا اخر كام اخر زيرو ايه اكبر من او بتساوي زيرو انا في كل مرة هنقص كام ايوه في كل مرة هنقص تلاتة يبقى ايه نقص بتساوي تلاتة خد بالك مش شرط ده مهم اول احنا قلنا دي الزيادة والنقصان الزيادة هنا انا في الزيادة هنا في نقصان هلو نقصان واحد لأ اذكر المنمك بيقول لي كده يقول لي تسعة ستة تلاتة زيرو يعني هتنقص في كل مرة تلاتة عشان كده قلت ايه ايه نقص اطرح من كل مرة من ايه كام ايوه اطرح من كل مرة من الايه تلاتة ماشي جي اوبشن بين شو مسج دالك الاخراج بتاعك عبارة عن ايه خارج العداد ايه ايه خارج العداد ايه احنا قلنا قبل كده دي مش معناها زائد دي معناها ايه واي احنا قلنا لو عندي خارجين الخارج الاول اهو ما بيني على امتين تنصيس يبقى الخارج اللي بعده اعمل ايه ايه وزائد ايه معناها واي لو عندي خارج تالت اكتب زائد بيه مسلا زائد سي دي معناها اللي ايه زائد دي معناها واي. مش معناها اجمع. لا معناها واي. يبقى انا هنا بقول له جي اوبشن بين. شو ديالوج. الخارج بتاعك عبارة عن ايه? خارج العدات هتخرج كل مرة مين? ايه? اول مرة ايه بكام? بتسعة. حلوة او. تسعة اكبر من صفر تمام. هيخرج تسعة. هارجع تاني. اطبق الشرط عشان دي فور. الفكره في سطر واحد. ودي مزيد فور بقى. كلها في سطر واحد. هنقص منها كام? تلاتة. تسعة هنقص تلاتة بستة. ستة اكبر من صفر او اكبر من صفر. ارجع خرجها. اخرج ستة. وارجع تاني ارجع للشرط لحد ما اتحقق. ارجع الستة اناقص من انها تلاتة تبقى تلاتة اكبر من صفر او اكبر من صفر. اخرج تلاتة. ارجع تاني اناقص من التلاتة تلاتة تبقى كام? زيرو. الشرط هنا اخد بالك اهو. تلاتة تلاتة بقى تساوي ايه? زيرو. يعني اخر حاجة فور. يعني ده اخر حاجة للشرط انه تحقق هيخرج زيرو والبرنامج خلص. ليه خلص? لانا قلت ان ايه اكبر من او بتسوي ايه? زيرو. الشرط تحقق خلاص. ده مش هتتحقق انتهى البرنامج خلاص. كده اخرج مين? اخرج ايه اللي ياب كام? بزيرو. تمانية بقى في القوز بتاع رقم خمسة اللي هو بتاع الدلال رقصية. تسعة بقى في القوز بتاع رقم كام? رقم تلاتة اللي هو بتاع مين? بتاع اسم البرنامج. يبقى تاني فور بتقول لي ايه? عشان نخلص فور. فور بتقول لي سطر رقم ستة. فور وكل فور كلها بتجي في سطر واحد ودي ميزة فور. ان كل الشرط في سطر واحد. فور انت انت الرقم صحيح اللي اسمه ايه? واوله كام? تسعة عشان انت هنزل تنازلي. تسعة. الشرط بتاعك ايه? ايه? اكبر من او بتساوي زيرو. يعني تسعة هتمشي لحد زيرو. كل مرة بتنقص كام? بتنقص تلاتة. واتفقنا قدم كل بتنازلي. فبكتب الشرط بتاع ايه? 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 اكبر من. لو تصادي ببقى اصغر من. كل مرة تنقص تلاتة. يبقى تسعة. جي اوبشن بين شو ماسيج ديالوج. انت هتخرج مين? خرج العداب بتاعك اسمه ايه? 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 ايه بكام? بتسعة. خرجت اول واحد تسعة. والشرط لسه شغال. هتروح تنقص منها تلاتة. تبقى كام? ستة. هتخرج ستة. واتكمل. ستة اكبر من الصفر. اه. هتروح تنقص منها تلاتة. هتبقى تلاتة. هتخرج تلاتة. ترجع تاني تلاتة اكبر من الصفر. هتنقص من تلاتة تلاتة. هتبقى زيرو. هتخرج زيرو. تروح للشرط بقى. زيرو اكبر منها اوبستجاو تلاتة? اه ده خلاص. خلاص الشرط بتاعك خلاص. كده البرنامجة يوقف ويقف عند كام? عند زيرو. خلاص يا ابانا سيخلق الجملة تمانية في القتة بتاع رقم خمسة. تسعة بقى في القتة za رقم تلاتة. طب شوف كده. يخلي الجا يطلع علينا ايا. بص كدة. ايو اول لachen كان كام تسعة. ادي اول خارج للبرنامج. هرجع نقص منها كام? تلاتة. تبقى كام? ستة. يخرج كام? ستة. بص كدا. ايوه صح هكده. خرج ست. هيروح يطرح منها كام? تلاتة. تبقى بقت كام? بقى الصفر. يخرج كام? يخرج صفر. في حاجة تاني? لا. لان الشرط نهايته كام? نهايته صفر. تبدي استخدام البرنامج ده من تسعة لحد صفر. كل مرة بنقص باستخدام مين? باستخدام فور. طب نجر القاعدة التانية. باستخدام مين? هوير. بص كده الفرق بقى. احنا قلنا هوير بيجي قبلها مين? البداية. سطر ستة هو. البداية عندي انتهي. كيوب السوي كام? تسعة. انه بدي انا قلت ان المتغير بتاعي اسمه كيوب. وعرفته انه انت. يعني رقم صحيح. يعني رقم بدون علامة عشرية. ادي البداية اخد بالك بقى. النفور كلها في سطر واحد. هويل. البداية قبل هويل. ادي البداية بتاعتك. كيوب بتساوي تسعة. رقم ستة. سبعة بتقول لي ايه هويل. الشرط بتاعي بقى. الشرط بتحط بعد هويل عطول. كيوب اكبر من او بتساوي زير. وقلنا ليه اكبر من? عشان نمازل تنازلي ايه. ادم تنازلي? فلازم قول اكبر من. يبقى كيوب اكبر من او بتساوي صفر. نفتح قوس بتاع مين? ايه. قوس بتاع هويل. انا خدت اول رقم تسعة. الشرط متحقق. تسعة اكبر من صفر. افتح قوس هويل. قوس هويل بيقول لي ايه? جملة البرنامج. اللي عاوز تكرارها. هنا هي جملة واحدة برضو. هي جملة الخرج. جي اوبشن بين. مين خرج العداد? خرج العداد مين اللي هو كيوب. كيوب كم اول مرة? بتسعة. هي خرج تسعة. بعدين ايه اخد بالك. قويل قبلها البداية. جنبها الشرط قبل ما خلص الجملة التكرارية. بحط الزيادة او النقصان. هنا نقصان. بكام? بتلاتة. فقلت ان كيوب ناقص بتساوي تلاتة. يعني اطرح تلاتة من كل رقم هيجيلك. الشرط بتاعها. قبل ما اقفل الكوز بتاع مين? بتاعها ويل. خد بالك من القصة دي كويس قوي. جملة التكرارية بتاعها طويل. بيجي قبل ما اقفلها بيجي زيادة او النقصان. كيوب ناقص بتساوي تلاتة. حلو. دي تسعة. هنقص منها تلاتة. ارجع ثاني هشوف الشرط. شرط بتحقق? ها. لان الستة اكبر من الصفر. هروح لي مين? للسطر رقم تسعة. جي اوبشن بين. شو ماسيج ديالوج? نال. خرج العدات. اخرج مين كيوب? كيوب بقيت بكام? بقيت بستة. يبقى هنا اخرج ستة. يروح لي مين بعد كده? ايوة. هروح للنقصان. كيوب ناقص بتساوي تلاتة. هينقص منها تلاتة. ستة. ناقص منها تلاتة. بقى كام? تبقى تلاتة. هيرجع تاني لمين? لصطر رقم سبعة. تلاتة اكبر من او بصطر صفر? اه اكبر. الشرط متحقق. يرجع تاني لصطر رقم تسعة. جي اوبشن بين. شو ماسيج ديالوج? نال. خرج العدات كام? كيوب? كم دلوقتي? بتلاتة. هيخرج تلاتة. يروح يكمل الجملة بتاعته. كيوب ناقص بتساوي تلاتة. انا يطرح من التلاتة تلاتة. تبقى كام? صفر. يرجع تاني لمين? للشرط. صفر. اكبر من او بصطر صفر? اه. لا زال الشرط متحقق. صفر. المطبقة مع الشرط انها صفر اكبر من او بتساوي صفر. بساوي صفر. هيروح يخرجها. في السطر رقم تسعة. جي اوبشن بين. شو ماسيج ديالوج? نال. خرج العدات كام? اللي هو كيو لو كيو حاليا بكام? بقت بصفر. يروح يكمل بقية الخرج. كيو ناقص بتساوي تلاتة. صفر ناقص تلاتة. بقت سالب تلاتة. يروح للشرط. سالب تلاتة اكبر من الصفر? طبعا لا. يبقى كده ايه? جملة خلصت. ينهي هويل. يروح للسطر رقم حداشر. ينهي للسطر رقم خمسة. اللي هو الدلالة الرئاسية بتاعت مين? واثناشر ينهي للسطر رقم تلاتة. خدنا ما احنا خدنا فور. قبل خدنا هويل هو. هويل بقى تاني بتقول لي ايه? بنقول سطر رقم ستة. الاول البداية قبل هويل. البداية بتاعت قبل مين? قبل هويل. فبداية انت كيو بتساوي زيرو. اعرفت كيو المتغير بتاعي. انه رقم صحيح بانت هو. هو بيتساوي البداية. بداية كات كام? كات تسعة. يبقى انت كيو بتساوي تسعة. اللي هي بداية انا. سبعة بحط هويل. ادام حطيت هويل بعدها الشرط مباشرة. كيو اكبر من او بتساوي زيرو. قلنا ليه اكبر من? عشان ده عداد تنازلي من الكبير الى الزغير. بعدين تمانية القوز بتاع هويل. اللي هو بتاع كملة التكرية بلنا عاوزة اكملها بتاعي هويل. انا عندي جملة واحدة. هي اللي اخراج فقط لغير. اللي هو جملة رقم تسعة. جي اوبشن بين الكائن بتاعك. اسمه ايه? اللي هو بتاع مين? اه ايه بتاع الشيوه مسيش ديالوج. لجملة الاخراج. نال. الخارج بتاعك وابرة عن ايه? وابرة عن خارج العداد. هكتب كده. هتكتب كده. خارج العداد وبعدين يخرج مين? يخرج كيو. كيو كام بتسعة. هيروح للا ايه? ايه زيادة والنقصان هي نقصان. هي نقص تلاتة. يرجع تاني للشرط. نقص تلاتة بقت ستة. ستة اكبر من صفر اكبر من صفر. يبدأ يخرج الستة. ينقص منها تلاتة. بقت تلاتة. يروح للشرط تاني. هي نقص منها تلاتة بقت تلاتة. اكبر من صفر اكبر من صفر. يجي خرجها. وبعدين ينقص منها كام? تلاتة. بقت زيرو. زيرو اكبر من صفر واكبر بتسوي صفر النبات. يعني برضو الشرط من حقها. هيخرج الصفر. ينقص من الصفر تلاتة. بقت سالب تلاتة. هيروح للشرط. الشرط كده متحققش. يعني كده الشرط خلص. خلصت من جملة طويل. وحاقفل بقى مين كده عشرة افلت جملة هويل خلاص 11 بقى في الدلالة الرئيسية اللي هي الفويد مين و12 بقى في المين ايوة بقى في البابل كلاس اسم البرنامج اللي هو خمسة بين يبقى في هويل البداية الاول بعدين هويل جنبها الشرط وبعدين الجملة التكرية ومعاها الزيادة او النقصان تبدأ مين هويل تبدأ شو شكل خارج البرنامج هل هو زي فور ولا متغير بص كده اول حاجة كاما مفروض تسعة نبص كده ايوة هو جملة اي خرج العداد زي ما poneقلت انا هو بتكتب زي ما هي صريحة بعدين يكتب مين يكتب كي اول مرة بكام بتسعة بعين ينقص منها تلاتة تبقى كام ست بص اي خارج العداد اهو يعنى اصبع منها تلاتة تبقى تبقى تلاتة خرج العداد اهو علشان دو اي سابت بنعمة من تنصيص خرجت كام? ثلاثة. بعدين هكمل هيطرح متى ثلاثة يبقى كام? تبقى زيره. يبقى يطلع لي كام? زيره. ده اخرى. هتطلع لحاجة تانية? لا ان كان برنامو خلص. دي مين? دي هويل. يبقى فور. كانت الجملة التكرار كلها في سطر واحد. هويل كانت معي البداية الاول قبل هويل. بعدين هويل جنبها الشرط. وبعدين في وسط هويل الجملة التكرارية قبل منه الجملة التكرارية بنحط زيادة او مين او المقصان. تبديه فور ويده هويل. فضل لي مين? اه يوه هويل بقى. نبص يده هويل. برضو ببدأ مستطل رقم كام? ستة. اشمعنا ستة? لان اول خمس سطور بتوع الجملة للبرنامج السابتي. الجي اوبشن بين بتاع الدالة الرأسية بتاع المكتبة الكبيرة. بعدين اسم البرنامج. وبعدين قص اسم البرنامج. وبعدين الدالة الرأسية. وبعدين قص دالة الرأسية. فستة بداية البرنامج. برضو ناخد بالنا هنا اهو. ستة ايه? ايه. ايه. انت كيو بالساوي تسعة. برضو البداية بتاعة العدد. يبقى هويل بيجي قبلها البداية. دو برضو بيجي قبلها البداية. انا برضو اولتر متغير اسمه كيو. وعرفته انه انتجر. يعني رقم صحيح. يعني الرقم ده يبقى بدون علامة عشرية. فان هنا بحط البداية فبداية كانت كام? كانت تسعة. يبقى كيو بالساوي تسعة البداية ورقم صحيح انتهم. بعدين احط مين? دو. صح كده. دو بعدها برضو جملة التكرار زي ما اخدناها قبل كده. دو بعدها جملة التكرار. برضو جملة التكرار هي جملة واحدة. اللي جملة الخارج. فيش غيرها. لو في اكتر من جملة هيكتب اكتر من جملة. لكن ايه برضو هي جملة واحدة? تمانية بفتح قص بتاع دو. بعد نكتب جملة التكرار بتاع تاني. اللي هي جملة الخارج بس. جو اوبشن بين. شو ميسج ديالوج. نال. بعدين برضو ايه? ايه خارج العداد. ومين? وكيو. يعني يخرج يو. بقى اكت تاني. الزائد دي مش معناها زائد. الزائد دي معناها وا. يعني يكتب جملة خارج العداد. عشان دي بين علمية التنصيص. يكتب زي ما هي. وبعدين يكتب بعدها مين? ايوة. الرقم اللي موجود جوة كيو. تسعة يكتب تسعة. ستة يكتب ستة. صف يكتب صفر. برضو اخد بالله اهو. قبل مقفل القوس بتاعدوه. لازم احط مين? ايوة. الزيادة او النقصان. لازم بحط الزيادة او النقصان. هنا برضو لنفس الكلام انا بكتب من تسعة ولا نازل. بطرح كام? بطرح تلاتة. عشان كده انا كاتب اهو. كيو نقص بتساوي تلاتة. انت عندك كب تسعة. اتنقص منها تلاتة يبقى كام? ستة. هنا تسعة الاول طبعتها. نقص منها تلاتة بقت كام? ستة. تبقى انا عاوز الشرط. الله. ده الشرط مش موجود هنا. ولا موجود هنا. ولا موجود هنا? القاطة باسمها ايه? باسمها الدو هو هويل. يبقى لازم تكون في عندي مين؟ صح كده ببرفع عليكم. لازم يكون عندي هويل. سطر حضاشر هويل هاي? هويل. هويل. دائما بعدها الشرط. هويل دائما بعدها شرط. قدي 11 هو هو. هويل. وبعدها مين? بعدها الشرط. كيو اكبر من او بتساوي زيرو. اشمع الا برضو اكبر مين او بتساوي? اتفاني عشان اكبر منه. عشان ده عدد ايه? تنازلي. switch. اكبر من او بتساوي زيرو. حلوو وكده. ستة اكبر من زيرو. صح? ارجع تاني المين? اه جمهة الخرب. هطبع ستة. شو قبزن بين سمارسي الزيالو جنال? خرج العدات كام دلوقتي? ستة. بنا اطرح منه? تلاتة. ستة نقل ستاتة بكام? بتلاتة. راح اتشوف مين? ما راحش لتسعة. لا خلاص انا بقى اكمل لي مين? لهوايل. الشرط بتاعنا. هويل? كيو اكبر من او بتساوي زيرو. انا ما اي حاليا كم? ستة الاول? اكبر من زيرو اه اكبر. هيرجع تاني يطبع ستة اطرح منها تلاتة. ستة نقل ستاتة تلاتة. هروح لمن? للشرط بتاعي. تلاتة اكبر من صفر اكبر من صفر ارجع تاني لخارج العدات ساطر تسعة. هيطبع مين? هيطبع تلاتة. ويروح يعمل ايه? ايوها ينقص منها تلات. للشرط بتاعنا. هوايل. كيو اكبر مين بستوي زيرو? اه زيرو بتستوي زيرو? يعني لسه الشرط متحقق. يرجع تاني يطبع مين? خارج العداد يطبع مين? هيدبع زيرو. بني اطرح من زيرو تلاتة. زيرو نقص بستوي تلاتة. اطرح من زيرو تلاتة بكام? تبقى سالب تلاتة. اروح للشرط بتاعي انا. هو ي. كيوب كام دلقتي? بسالب تلاتة. هل سالب تلاتة اكبر منه? لا طبع. سالب تلاتة اصغر من زيره اساسي. يعني الشرط بتاع ايه? خلص. وقف لحد كده. قدما الشرط ما تحققش برنامج بتاعي كده ايه? انتهى. ابدأ اقفل اتناشر قص رقم خمسة. واكمل كمان قصته على رقم كام? تلاتة. يبقى دو بتقول لي ايه بقى? قبل دو البداية. كيو بتساوي تسعة. واضحة وصريحة ايه? اللي هي البداية بتاعت الايه? بتاعت العداد. وبعدين كلمة مين? دو. بعده افتح قص بتاع مين? بتاع دو. وبعدين ايه الجملة التكرية تاعت دو. انا ما عندش جملة تكرية اغرى الجملة واحدة. اللي هي الخرجة فقط لغير. فقلت جي اوبشن بين شو جملة الخرج بتاعتك هي ايه نال جملة الخرجة. مين هي? هم حقتي. كلمة خرج العداد. جملة خرج العداد طلع زي ما هي صريحة كده. خرج العداد. وبعدين اكتب خرج العداد. اللي هو الرقم بتاعي انا. المرة يبقى تسعة ومعين ستة وهكزا. تخرج العداد طبع مكتب كام? تسعة. واطرح من التسعة كام? تلاتة. تسعة اطرح منها تلاتة. تبقى كام? تبقى ستة. اروح اتاكد من اين? اتاكد من الشرط. الشرطة هو. هو هو الشرط لازم يكون بعد هوي. هو اللي بتقول لي ايه? الستة بتاعتك دي. اكبر من زيرو او بالسوى زيرو او اكبر من او بالسوى زيرو. يبقى ارجع تاني لمن? للجملة التكرية لي رقم كام? تسعة. هتخرج. اخرج العداد كام دلوقتي? ست. حرجت تسعة. بكما خرجت كام? ستة. اروح اعمل ل ايه? النقصة. ستة نقص بكام? بتلاتة. اروح اشوف الشرط بتاعه بتاع رقم حداشر. تلاتة. هوي تاتة دي اكبر من او بالسوى زيرو ا اكبر من او بالسوى زيرو. ارجع تاني لمن لخرج العدات. هيطبع لي كام? هيطبع لي تلاتة. ما نرقص منها تلاتة. طبط نقص ثلاثة بكم? بزيرو. اروح لهوايل. هويل بتقول لي ايه? التلاتة بتاعتك دي اكبر منا وبستوي زيرو? اه اكبر منا وبستوي زيرو. ارجع تاني هنا. خرج عدات كام دلوقتي? زيرو. بقى زيرو. اجي هنا. زيرو نقص ثلاثة. بقى السلب تلاتة. نروح للشرط. هويل سلب تلاتة. اكبر منا وبستوي زيرو? لا طبع. لا يعني شرط متحقشل كده جملة ده هويل ايه? خلصت. خلاص. انهي البرنامج على كده. واقف البرنامج. قص اتناشر. بقى في البلالة الرئاسية بتاعت رقم خمسة. والقص البعدي بتاع رقم كام? بتاع رقم تلاتة. طب نشوف. هل خرج البرنامج بتاع هو ده هويل? هو بتاع هويل اللي وحدها. او بتاع فور? نشوف. ايه اخد بالك. انا اولي كام? تسعة. افوض اول خرجي طلع لي كام? تسعة. نبص كده او خرج كام? اهيه خرج العداد اهو كام? تسعة. اطرح منها تلاتة. يخرج كام? ستة. نبص كده. ايه خرج العداد ستة. رفع عليك هو كده. اللي بعدها كام? شطار. الحمد لله نفعل بنامج كواس قوي. اللي بعدها تلاتة. هيكتب كده. خرج العداد بقى كام? تلاتة. اللي بعدها? ايه صح. اللي بعدها يبقى زيرو. خرج عداد كام? زيرو. كده انا عملته هو هو البرنامج. تسعة. وبعدين ستة. وبعدين تلاتة. وبعدين زيرو. مرة بفور. ومرة بهويل. ومرة بدوه هويل. الفرق بين تلاتة. فور كان كل الجمل. الشروع بتاعتنا كلها في سطر واحد. البداية. وبعدين الشرط. وبعدين الزيادة والنصان. كلها في سطر واحد. طب الهويل? لا. احنا انتفقنا. الهويل قبلها البداية. وبعدين هويل وجنبها الشرط بتاعها. وبعدين في الجمله التكرية قبل ما تنتهي. بحط الزيادة او ايه? او النقصان. طيف دو هويل نفس الكلام. قبل دو البداية. وبعدين دو. بعد دو الجمله التكرية. قبل ما تنتهي الجمله التكرية بتاعت دو. بحط مين? ايه وزيادة او النقصان. بعدها بحط هويل. قدام حطيت هويل بحط بعدها مين? الشرط. طب نبص الفرق بين التهاتة كده? في ايه? مختصر بسيط. انا عامل كله ايه رب ايه نفهمه. الموضوع يوصلين بسرعة اول. اول حاجة عندي مين? ايه مقارنة بين الثلاث حلقات بتوع الدورات. اول مين? فور ايه. ايه وفور. بديبدأ بمين? صح كده? بابداية العدد. الو كان عندي الوقت من تسعة مثلا. بعدين احط هنا مين? بعد البداية ايه وبنحط الشرط اكبر من او اصغر من. بعدين او الدكريمنت اللي هو مين? اللي هو الزيادة او النقصة. اللي هو زائد زائد نقص نقص. زائد بيستوي ثلاثة. نقص بيستوي خمسة وهكزا. يبقى فور كلها فين? في سطر واحد. فيها ايه? فيها بداية العدد. وفيها الشرط. وفيها الزيادة او النقصة. طب نفور. بعد فور مين? هوايل. طب هوايل بتشتغل ازاي? ناخد بنا بقى. هوايل? كنت بنقول ايه? ايه ايه صاحب ارافوا عليكم. بداية العد قبلها. يا بداية العد الاول. هناك بداية العد في نفس السطر اخد بالك. فور بداية العد في نفس السطر اوه. بعدين هوايل جنبها مين? الشرط. يبقى نقص بداية العد. وبعدين هوايل وجنبها مين? الشرط. ده السطر التاني. بتعقادية طويل. وبعدين الزيادة والنقصان. اللي هي زائد زائد او نقص نقص او زائد بيستوي ثلاثة او نقص بيستوي خمسة وهكزا. بتتحط فين ديت? او ان انسى برفع عليكو. بتتحط قبل مقفل الكوس بتاع جمل التكرار بتاعة هويل. يبقى قارة هويل بتاخد كم سطر? تلاتة. فور بتاخد كم سطر? سطر واحد. هويل بحط بداية الاعد الاول. بعدين هويل وجنبها الشرط بتاعي. وبعدين بحط مين? الزيادة او مين? او النقصان. تب دي هويل. تب مين بعد هويل? ايوة بعد هويل? دو هويل. دو هويل نفتكر مع بعض كان اولنا ايه برافو عليكو كده. ايوة كان بداية العد برضو قبل دو. هنا بداية العد قبل هويل. هنا بداية العد قبل مين? قبل قاعدة. القاعدة اسمها دو. فبداية العد قبلها. قاعدة اسمها هويل بداية العد قبلها. بداية العد الاول. وبعدين دو. كن بتدول وحدها. بعدين نفتح القوس بتاع دو. نكتب فيه مين? الجملة التكرارية بتاع الدو. ما ننساش برضو. قبل مقفل القوس بتاع الجملة التكرارية بتاع الدوق حط مين? ايوة. حط الزيادة والنقصان. اللي هي زائد زائد ناقص زائد خمسة ناقص ثلاثة ناقص اربعة هي دي. يبقى هنا البداية الاول. وبعدين الدوق. وبعدين الزيادة والنقصان في نهاية الجملة التكرية بتاع الدوق. قبل ما اقفل الكوس بتاع دوق. وبعد كده بنحط الشرط اللي هو مين? اللي هو هوية. اللي ما يسميها دوق هوية. احنا متفقين من هنا. ان هو اللي بيجي بعدها الشرط. برضو هنا هوية اللي يجي بعدها مين? الشرط. يبقى الفرق ما بين فور وهويل ودو هوية. انا جبت كله هو في صفحة واحدة. عشان نبقى احنا نحافظينه. عشان نجي دي برنامج في الانتحان اي واحد من التلاتة بسهل بالنسبة لي اوه. هقوله تاني بسرعة كده. الفرق من التلاتة. فور كلهم في سطر واحد. هوية في تلات سطور. دو هوية فاربع سطور. ايه اللي سط بتاع فور? فور. بعدها بداية العد. بعدين البداية صفر واحدة ابدأ من صفر ابدأ من تسعة ابدأ من خمسة. بعدين الشرط بتاعي اكبر من او اصغر من. وباكد تاني اكبر من في حالة التعدد التنازلي. اصغر من في حالة العد التصعودي. بعدين الزيادة والنقصان اللي هي زائد زائد او ناقص ناقص. او زائد بيسوي خمسة او ناقص بيسوي تلاتة او ناقص بيسوي اربعة زي ما يكون. يبقى كل جنمة فور فين? في سطر واحد. بعد فور بكتب جمعة التكرارية. انما هوية بتقول لي لا. بداية العد الاول قبل هويل. وبعدين? هويل دايما نيجي بعدها الشرط. الشرط اللي هو مين? اللي هو اكبر من او اصغر من? وبعد هويل بكتب جمعة التكرارية بتاعت هويل. قبل مقفل الكوس بتاع هويل. في نهاية الجمعة التكرارية خلص ما تخلص. قبل مقفل الكوس بحط مين? ايوة. بنحط الزيادة او النقصان. اللي هي زائد زائد او ناقص ناقص. او زي البيسة وتلاتة او نقص بسة وخمسة زي ما اتفقنا وزي ما اخدنا برنامج كتير على الموضوع ده. تبدي مين? هويل. كم سطر كده? تلاتة. سطر واحد بيجي بعدها الجملة التكرارية. النما هويل لا البداية. وبعدين الشرط وبعدين الجملة التكرارية وبعدين الزيادة والنقصة. نجي لهؤ دو هويل. بابضع برضو بداية العد. قبل مين? قبل دو قبل قعدة. ديات العد بعد كده كلمة دو. بعدين مين? برضو الجملة التكرارية بتاع الدو. ما ننساش. زيادة والنقصة دي بتيجي بعد الجملة التكرارية بتاع الدو. قبل ما اقفل الكوس بتاع دو. ما دو بنفتح بعدها كوس. زي هويل. برضو بنفتح بعدها كوس. وبنقفيله. قبل ما اقفيله زيادة والنقصة هنا. هنا برضو بفتح كوس عشان الجملة التكرارية بتاع الدو. وقبل ما اقفل الكوس بحط مين? ايوة زيادة والنقصة بتاعت مين? بتاعت دو. دي هو زيادة زيادة او نايس نايس. او نايس بيسوى تنين او زائد بيسوى عشرة وهكذا. وبعدين فين الشرط لازم يكون في شرط احنا متفقين في بداية في شرط في زادة او النصات تماني انا قلت لبداية في زادة او النصات وعملت الجملة التكارية بتاعة دو. فين الشرط? ايوة. بعد يما بقفل القوس على الجملة التكارية بتاع الدو. بحط الشرط. والشرط بتحط معا يا عدن مين? بعد هويل. يعني في دو هويل. هويل بعد الجملة التكارية. في الويل واحدها لا هويل قبل الجمهة التكارية. نركز كويس او. في هويل هويل بتتحط قبل الجمهة التكارية عشان هي اصلا هي هي اصل قاعدة. ده هويل دي اصل قاعدة. عشان كده بحط جمهة التكارية بعدها. وقبل ما تنتقوا جمهة التكارية بحط زيادة والنقصان. في ده هويل لا. اصل قاعدة دو. بيتلق جمهة التكارية بتيجي بعد مين برضو? بعد دو. لكن الشرط يبيجي بعد مين? بعد هويل. الشرط يبيجي بعد الجمهة التكارية بتاعت مين? بتاعت ده. ده المقارنة الظريفة ما بين فور وهويل ودو هويل. فور في سطر واحد بيجي بعدها الجمهة التكريرية. الهويل في تلس سطور في وسطهم بعد هويل الجمهة التكريرية. دو هويل فاربع سطور بيجي بعد دو الجمهة التكريرية وبعد ما تنتيقى الجمهة التكريرية بيجي مين? ايو بيجي الشرط بعد كلمة هويل. كده انا بكون خلصت الجمهة التكريرية كلها. اللي هي الفور والهويل والدو ايه اللي بعد كده? اللي بعد كده بقى حال اسمها الدوال. ايه هي الدوال دي? الدوال دي جزء من البرنامج هيتكرر كتير معاه في البرنامج. فبدل ما احط كل مرة في البرنامج هو هو نفس الجمع تات اربعة جمع? لا. باخدهم لوحدهم خالص في برنامج تاني في جزء صغير من البرنامج كده بحيس ان محتاجهم بارجع له. ما ارشت يقول له شوية اكتب له. برنامج بقاش مسلا عشرة سطور فيهم جمنتين متقررين. كل مكتب سطين تلاتة اقرر جمتين تاني. يبقى بدل مع عشرة سطور والاصل بتاع مسلا كم ست سطور مسلا? اربع سطور عشرة في جمع متقرارة. فبدل بقى معه برنامج يتول مني لأ بحط جمع تكرار لوحدها في جزء كده. كل محتاجة اروح اجيبها وارجع تاني. فبس منها ايه? الدوال. طيب هي الدوال ديت. ومن اللي عملها? اللي عملها المبرمج بتاع البرنامج. ناخد بالنا بقى. ايه هي الدوال? اهي. هي من تصميم المبرمج. وتكون جاهزة في البرنامج. يعني موجودة في البرنامج. لازمتها ايه? تسهل من عملية البرمجة للاشياء التي ايه بقى زي ما قلت انا هو? الاشياء التي تتكرر في البرنامج اكثر من مرة. يبقى هي مين اللي عملها المبرمج? بتكون جاهزة فين? في قلب البرنامج. بتعمل لي ايه زي ما انا قلت من شوية? بتسهل لي عملية البرمجة للاشياء اللي ايه? ايه اللي بتتكرر في البرنامج اكثر من ايه من مرة وبتكون فين زي ما انا قلت بتكون في حتة لوحدها ايه انا كاتب ايه وتكتب منفصل عن البرنامج الرئيسي حتى لا تتقرر بكتبها لوحدها ببرنامج فرعي كل معزة اروح اجيبها كل معزة اروح ايه اجيبها يبقى هي الدوال هي من تصميم مين المبرمج وتكون جاهزة فين في قلب البرنامج لازمتها ايه تسهل من عملية البرمجة لايه بقى الاشياء التي تتقرر في البرنامج اكثر من ايه من مرة هاي يقول لبرنامج لا تكتب منفصل عن مين عن البرنامج الرئيسي حتى لا ايه حتى لا تتقرر لايه باستخدمه الدوال لين باستخدمه عشان ما اقبرش مين البرنامج عشان ما قطش اقرر في البرنامج كتير معنا كارلت برنامج يعني اقبره ناخد برنامج اللي بقى باستخدم بعملها ايه مزياها واحد عدم الحاجة الى ايه الى تكرار التعليمات داخل البرنامج زي ما اقولتو حpps اقرر الجمل كتير اتقرب ا treaties الفاضي. يبقى ايه ما زي استخدام الدول رقم واحد? عدم الحاجة الى تكرار التعليمات داخل البرنامج. ليه بقى? حيث يتم انشاءها مرة واحدة. ويمكن انصدعها في اي وقت واقصل من مرة. يعني انا اقدر احطها في مكان. كل ما احتاجها اروح اجيبها. كل ما احتاجها اروح اجيبها. او سدع منها الامر اللي انا عايزه يعني. عشان ايه? ما تاخدش مساحة. بما انها متكررة. يعني عند برنامج. عاوز كل مرة رجمة. كل مرة احط رقمين واجمعهم. واحط برنامج تاني. اعاوز منه اجمع. واحط برنامج تالت وها كزا. ما احطش كل شيء بقى كل ما اعمل خاطرين تلاتة سطرين اروح اجيب البرنامج تاني بتاع الجامع. لا. احطهم في برنامج لوحده. بتسميه مسلا برنامج فرعي. زي ما هناخد بعد كده ان شاء الله. انا عايز اعملية الجامع اروح اجيبها. اخد اعملية الطرح اروح اجيبها اعملية الطرح. وارجعهم احطهم في برنامج الرئيسي. يبقى انا بيحطهم خالص عن البرنامج الرئيسي. ليه بقى? لاني مش كل مرة هكتب ده السجامع بياخد مني. ده انا باكتب رامزي. وانا اعملية جامع برامزي تالت. بعين اجمع. فبقى اعمل احسابية. يعني تلات سطور. كل مرة اعمل تلات سطور. واخد دي المساحة. فنعمل تلات سورفر وبرنامج لوحده خالص. اسم برنامج فرعي. برنامج الرئيسي. في بس استدعاء دي اسم البرنامج ده. عشان ايه? ما ضيعش وقت واخد مساحة وحجم البرنامج على الفاضي. يبقى اول مزايا عندي في استخدام الدوال ايه? عدم الحاجة الى تكرار التعليمات داخل البرنامج. ليه بقى? حيث يتم انشاؤها مرة واحدة فين في البرنامج. ويمكن استدعاءها في اي وقت واقصر من مين? من مرة. طيب ده اول المزايا. المزايا التانية ايه? باستخدام الدوال يصبح البرنامج اكثر وضوحا. ليه اكثر وضوحا? اللي انا عارف ان انا مسلا هجمع. فاقول له الجامع روح فين? روحات برنامج جامع. طب انا هطرح. برنامج ماشي ماشي ماشي. في النص يعمليه الطرح اروح اجيبها عملية الطرح. برنامج برضو ماشي تاني في عملية الطرح اروح اجيبها طرح وهكذا. فبقى برنامج عندي ايه? بقى واضح. انا بامشي حلو اوي اوي اوي. وما اجيب عملية طرح اجيبها عطول. انا عملية طرح تاني اجيبها عطول وهكذا. يبقى باستخدام الدوال يصبح البرنامج ايه? اكثر وضوحا. تلاتة. باستخدام الدوال الجاهزة يتم توفر مين? الوقت والجوه. زي ما قلنا. ليه وقت وجه? عشان دي بقى تجمع منفاصلة. انا مش هعد كل مرة احط جمعتين تلاتة بتوع الجمع عشان اجيب الجمع. يبقى ان البرنامج بدل ما ياخد مينة عشرة صور هياخد مينة عشرين سطر. ليه عشرين سطر? عشان كل شوية البرنامج ده في خمس ستة عمليات جمع. فكل مرة خمس ستة دولار محتاج تلاتة بتوع الجمع. تلاتة تلاتة بتوع الجمع. لا. تبا انا مش عايز كده. اعز الاحدي مني عشان. وقتي الكلام ده كله. انا برنامج جمع مرة واحدة. واحطه في حتة الواحدة وخالص. واجه في البرنامج. انا عايز اجمع اروح استدعيه. بس فقط لغير. لو انا عندي خمس مرات جمع في البرنامج الاصلي بتاعي. ما عملش حاجة خالص. بروح استدعي بس لايه? البرنامج الفرعي. هقول له هات الجمع بتاعك. خلاص يجيب بالجمع بتاعه. المرة التانية عاوزة اه هات البرنامج الفرعي واكزا. يبقى انا عملت الدوال لي ايه ما زي استخدام الدوال. نقولهم تاني بسرعة. واحد. عدم الحاجة الى تكرار التعليمات داخل البرنامج. ما قدرش التعليمات يعني اكتر من مرة زي ما اتفقنا. حيث يتم ينشقها مرة واحدة. لو بنشقها مرة واحدة قلنا فين? في مكان منفصل. ويمكن استدعاؤها في اي وقت واكسر من بره. عشان حطر وحدها في حتة تانية. اتنين باستخدام الدوال يصبح البرنامج اكسر وضوحا. قلنا ليه اكسر وضوحا? انا عندي برنامج كبير? بعمل في ضرب واسمه وجامع وطرح وبروح اجيب برنامج تانية وبروح اجيب برنامج من هنا واعمل عملية رسومات وكزا. في وسط البرنامج ده بيجي عملية طرح مسلا او عملية جامعة اكسر من مرة. ما بقاش كل ما قول عندي جامعة? اعمل برنامج جامعة. فيكبر من البرنامج. فبنامج ممكن يعني اللي بيعمله كده ايقع منه حاجات. ليه بقى ايقع منه حاجات? او يهرب منه الكلام انا بعمل رسم. فعاوز في الرسم مع قيملة جامعة اما حط الجامعة ايه ده? خلص قيمت الجامعة وانا كنت فين? في برنامج الرسم انت بريع ع directive افتكال انك انت بعمل ايه. فعشان الب QA مني في بعمل ايه? فبقول ان انا برنامج رسم احط عملية جامعة راح اجيب الجامعة بس. واكمل بنوغة رسمي بتاعي مسلا يعني او بنوغة برنامج ضربة لاسمة بتاعتي. رح انا روح مين لا عاملة الجامعة? اجيب البناتج بتاعها وارجع تاني. واحد كزا. فما باخدش ايه? ما اهربش مني البرنامج او فكرة العامة بتاع البرنامج ما اهربش مني. انا بستجعي بس اللي انا عايزه. يبقى اتنين باستخدام الدوال واصبح البرنامج اكسر ايه? اكسر وضوح. تلاتة باستخدام الدوال الجهزة يتم توفير الوقت والايه? والجهل. فكده يبقى احنا ان شاء الله النهاردة خلصنا الجمعة التكريهية كلناها وخدنا المقارنة بينهم وبعدين خدنا الدوال ونهينا. يعني ايه دوال? وبستخدم الدوال ليه? وايه مزايا الدوال? انها ده لمنفصلة اعضل السابعيها في اي وقت. كده الحمد لله نكون انتهينا من درس النهاردة. والحمد لله فرقنا كويس اوي 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 ما بين فور وبين هويل وبين هويل. وبعدين خدنا الدوال ومزايا الدوال. شكرا لكم ربكم افدتكم الى اللقاء قريب بازن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.